التقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بإسعادة السيد أيغا الكارمي رئيس اللجنة الأولمبية الإسرائيلية نعم يتذلك على هامش تواجد سموه في جزيرة كريت اليونانية لترأس وفد مملكة البحرين في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولية أنوك ورحب سموه برئيس اللجنة الأولمبية الإسرائيلية مؤكدا حرص اللجنة الأولمبية البحرينية على مد جسور التعاون والتواصل مع سائر اللجان الأولمبية في العالم ومن بينها اللجنة الأولمبية الإسرائيلية والسعي الدائم لتجسيد القيام الأولمبية النبيلة القائمة على الانفتاح والتسامح والاحترام والصداقة والسلام بين مختلف شعوب العالم وتسخير الرياضة في تحقيق السلام والتقارب وبحث سموه مع رئيس اللجنة الأولمبية الإسرائيلية أوجه التعاون المشترك في المجال الرياضي والاستفادة من تجارب كلا البلدين وتبادل الخبرات وتنمية العلاقات الرياضية وفتح آفاق التعاون على مختلف الأصعد الفنية والإدارية بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين في المجال الرياضي وقدم سموه لرئيس اللجنة الأولمبية الإسرائيلية نبذة عمتا عن الحركة الرياضية في مملكة البحرين وأهم الإنجازات التي حققتها والمبادرات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية البحرينية مؤكدا سموه على أهمية استغلال الرياضة لتحقيق أهداف السلام والصداقة بين مختلف الشعوب وبدورها أشهد رئيس اللجنة الأولمبية الإسرائيلية السعادة السيد إيغال كارمي بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها الرياضة البحرينية وذلك على ضوء الانجازات التي حققتها والمبادرات التي طبقتها الارتقاء بمختلف الألعاب الرياضية مؤكدا على أهمية تنمية العلاقات الرياضية بين البلدين لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات الرياضية